خطة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية نحو مجتمع جامعي دامج تحرص جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لتكون مثالاً يحتذا في الشؤون الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع المحلي فهي جزء من مجتمعها الوطني تسخر جميع إمكاناتها لتوفير حلول لمشكلاته ودعم قضاياه كما تحرص الجامعة على توفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها فرص النجاح والتمييز العلمي والقيم الإيجابية بعدالة ومساواة والتزاماً من جوهرة الجامعات الأردنية بهذا النهج كانت هذه المبادرة مبادرة نحو مجتمع جامعي دامج لتكون أنموذجاً يحتذا به في مؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية وذلك من أجل تمكين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين من ذوي الإعاقة في حقهم بالمشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية واللا منهجية في الجامعة من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ولتنفيذ هذه المبادرة تم تأسيس خطة استراتيجية واعدة مرتبطة بخطة تنفيذية لعدة محاور رئيسية تشمل مختلف جوانب حياة المجتمع الجامعي والبيئة الجامعية لتكون جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بمختلف خدماتها وخلال فترة زمنية محددة بيئة دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة الرؤية مجتمع جامعي دامج وجاذب لجميع أفراد المجتمع على اختلاف قدراتهم الرسالة تحقيق حياة جامعية دامجة وجاذبة لجميع أفراد المجتمع الجامعي من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول والتعليم الدامجي للطلبة والكادر الأكاديمي والإداري من ذوي الإعاقة القيم تفعيل حق المواطنة أمام الدستور والقانون وتساوي الحقوق والواجبات تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص احترام اختلاف قدرات الأفراد توفير التعليم الجامعي الدامج وتوفير الخدمات الجامعية بمختلف أنواعها الأكاديمية والإدارية والصحية والأنشطة اللامنهجية بشكل دامج تصميم مباني الجامعة المستحدثة ومرافقها وتقييم وتهيئة البنية التحتية لجميع مباني الحرم الجامعي القائمة وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى جميع خدمات الجامعة والحصول عليها تعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي ومؤسساته من أجل توفير خدمات أكاديمية وصحية دامجة زيادة الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم الأراء المجتمعية الداعمة لهذه الحقوق الهدف العام للإستراتيجية توفير بيئة جامعية خالية من المعوقات تساعد جميع أفراد المجتمع الجامعي والمحلي من ذوي الإعاقة على تأدية أدوارهم بشكل فعال وفي حدود قدراتهم وإمكاناتهم وبما يضمن حصول كل منهم على تعليم جامعي وخدمات جامعية نوعية الأهداف الخاصة للإستراتيجية التأكيد على النهج الحقوقي ومبادئ العدالة والمساواة دمج وتمكين أفراد المجتمع الجامعي من طلبة وأكاديميين وإداريين من ذوي الإعاقة لأداء أقصى طاقاتهم وواجباتهم والتمتع بحقوقهم توفير بيئة جامعية دامجة لذوي الإعاقة من حيث المباني والمواصلات والتعليم والتشريعات والأنظمة والخدمات تعتمد الخطة الاستراتيجية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على منهجية شاملة تراعي مختلف جوانب الحياة الجامعية وبيئتها وتشمل المحاور الرئيسية التالية المحور الأول الحاكمية والأداء المؤسسي ويتضمن الأهداف الاستراتيجية الفرعية التالية تحديث أنظمة الجامعة وتعليماتها وتطويرها فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورسم السياسات العامة والتعليمات في الجامعة من أجل تطبيق كامل لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 إنشاء آلية واضحة للتقييم والمتابعة وأخذ التغذية الراجعة لضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع الجامعي المحور الثاني التعليم الجامعي والتعليم المستمر الدامج ويتضمن الأهداف الاستراتيجية الفرعية التالية تطبيق أفضل الممارسات العالمية والوطنية في التعلم والتعليم الدامج وتوفير آليات للتقييم التربوي ومتابعة الوضع الأكاديمي للأشخاص ذوي الإعاقة توفير التسهيلات التعليمية والأشكال الميسرة المعقولة والتكنولوجيا المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المساقات التعليمية والكتب والبحوث والدراسات بأشكال يمكنهم الاطلاع عليها وفهم مضامينها المحور الثالث التمكين وبناء القدرات ونشر الوعي ويتضمن الأهداف الاستراتيجية الفرعية التالية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمع الجامعي بناء القدرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نشر الوعي في قضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع الجامعي المحور الرابع الترتيبات التيسيرية المعقولة وإمكانية الوصول والتصميم الشامل لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على كافة الخدمات ويتضمن الأهداف الاستراتيجية الفرعية التالية تهيئة مباني الجامعة ومرافقها وفقاً لكودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة وأي معايير خاصة يصدرها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة مراعاة التصميم الشامل للمباني والمرافق والخدمات التي يتم استحداثها في الجامعة المحور الخامس الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة ويتضمن الأهداف الاستراتيجية الفرعية التالية تحديد وتوفير الأدوات التقييمية والبروتوكولات اللازمة لتحديد وتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة تسهيل التعرف على الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة وتحديد احتياجاتهم اللازمة للدمج تعزيز تقديم الخدمات الصحية للأشخاص ذو الإعاقة في مرافق وعيادات الجامعة الصحية وعيادات طب الأسنان المحور السادس البحث العلمي والإبداع والتعاون المجتمعي والدولي ويتضمن الأهداف الاستراتيجية الفرعية التالية تسجيع البحث العلمي والإبداع والابتكار في مجال دمج الأشخاص ذو الإعاقة في مجتمعهم وإعطائهم حقوقهم تسجيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي وخصوصاً المؤسسات التي تعنى بالأشخاص ذو الإعاقة والمؤسسات الدولية الداعمة من أجل إيجاد حلول إبداعية مبتكرة